الناس اللي موجودين أنت الآن غمضوا شيء في دارة الزوراء كم شخص بيها كان ضمن الجمهور كم شخص ما إلا علاقة بكرة القدم أكثر من أنه مشجع يعني هاي الأمور ليش ما مثلاً أنا حساني مو جايح شي قدام كابتن ساعد احنا ما مشاهده فين صار لنا يمكن من قطر أنا ما شاهده قبل ثلاث سنوات يعني كابتن ساعد مو كفاءة مو رح درب قطر الآن هو يحمل شهادة تدريبية عالية ليش مثلاً هو ابن الزوراء ما رح ألعب غير فريق ليش مثل ما أنا استقطبه ليش هالخوف هذا ليش الخوف من فلان وعلان أكو لاعبين بالزوراء الآن ممنوعين من دخول النادي ومو بالهي العامة مع العلم هم الإنجازات اللي حققوها أكثر من اللي حققها فلا حسن وكل المجموعة اللي وياه يعني أتحدث لك عن محمد جاسمة أتحدث لك عن حيدر محمود عن عصام عم كلهم جوا في فترات رادوا يخدمون الزوراء غيث عبدالغني بس وين طرعوا يعني هاي الفترة التسعينات اللي اختفى بيها فلا حسن وراح هو يعني خارج العراق هذول الناس اللي موجودين هما كان هما اللي مدوا اسم الزوراء انت ليش مثلاً تجي تجيب باسم العيبي تجيب كابتن كريم صدام الناس اللي اشتغلت وياك في ذاك الزمان عبدالعميرنا يعني الموجودين الرائد خليل كلهم هو كان يدربهم هما أصدقاء سعد ليش دول اللي تجوي ورا التسعينات انت سويت عليهم كروس شني يعني محسوبين عن نظام الساوق مذلهم صحيح كابتن هذا التحليل لا هو ما رح يحكي لانهما دائما نجوم الزوراء يجاملون يجاملون نجوم الزوراء يجاملون نجوم الزوراء جداً يجاملون خلي اسمع رأيك كابتن بالموضوع والله هي الحقيقة يشوف اقول لك استاذ علي يعني هذا الموضوع يعني هي تبقى ادارة النادي يعني هو الخيار الاخير انت ما تقدر مثلاً تفرض اسماء على ادارة النادي في انه هم يستقطبوهم او انتجوهم في الادارة المصحيح